السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم رياضيات للصفة الثالث متوسط راح نبدي بمراجعة الأعداد الحقيقية أول صفحة صفحة ستة راح ناخذ فقط الأمثلة المهمة الوزارية اللي تيجي كل سنة راح أخذ هوني هم شعر حتين وحالة لتأكد من فهمك بس سننسوي يعني مراجعة سريعة يعني مثل فشي مختصر ناخذ هذا المثال بسط الجمال العددية التالية باستعمال ترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية مطينا جذر 12 ناقص جذر 18 هنا جذر 12 زائد جذر 18 يلا عيني خليناه انحله يلا يوم المثال شي يقول لي يقول لي جذر 12 ناقص جذر 18 وسد القوس وهنا جذر 12 زائد جذر 18 مطيني قوسين وشي يقول لي يقول لي بسط الجمال العددية شلون راح أحلها يلا عيني أول مرة عدي قوسيا عدي جذور فناخذ كل جذر نحلل نفكر يعني من جاي جذر 12 من جاي جاي من 4 في 3 ثلاثة وجاي من 6 في 2 انا اخذ اربعة في 3 ليش اخذتها خاطر الاربعة تطلع من تحت الجذر 2 ما اخذت 2 في 6 لا 2 تطلع من تحت الجذر ولا 6 6 جاي من 2 في 3 اذا شا اخذ اخذ جذر 4 في 3 ناقص والجذر الـ 18 ها من نفس الشي اكو 2 في 9 واكو 3 في 6 ما راح اخذ 3 في 6 لان لا الـ 3 ولا 6 تطلع من تحت الجذر راح اخذ 2 في 9 اذا شنو 2 في 9 وسد القوس وهذه القوس الثانية من نفس الشي 4 في 3 بس عكس الاشارة و2 في 9 وسد القوس اول خطوة فهمناها زي ثاني خطوة اطلح من تحت الجذر شنو اطلح من تحت الجذر الجذر الاربعة تطلع من تحت الجذر 2 جذر 3 هذه الاثنين والجذر الاثنين طبعا الجذر متوزع على الاربعة وعلى الاثنين ناقص جذر الاثنين في 9 المفروض هنا 9 وهنا 2 هنا 9 9 9 في 2 الجذر التسعة جاي من 3 جذر 2 و6 القوس بس طلعت الجذر 9 والجذر الاربعة وهذا جذر الاربعة وهذا جذر هنا هاي التسعة معيني ناس نفس الشي 2 جذر 3 زائد 3 جذر 2 و6 القوس هس اش راح اصوي راح اضرب 2 جذر 3 بالقوس وضرب هذا بالقوس يعني مثل التوزيع اوز 2 في 2 4 جذر 3 في جذر 3 3 عيد ضرب 2 2 في 2 4 جذر 3 في جذر 3 3 3 خلصت من هذه راح اضرب 2 جذر 3 في 3 جذر 2 6 جذر 3 جذر 6 في جذر 2 6 سدي القوس خلصت من هذه انو بش راح اسو اصو ما مفروض اخلي قوس 4 في 3 زائد 6 جذر 6 قلت لكم ضربت هذا اصو سالب 3 جذر 2 بالقوس سالب نزلته 3 في 2 6 جذر 2 في 3 6 سالب بالموجب سالب 3 في 3 9 جذر 2 في جذر 2 2 ثاني أعيد هذه خطوة خاف صارت عليكم خرب ثاني خطوة صرف الزر و 18 من تحت الجذر ثاني خطوة طلعت الاربعة والتسعة من تحت الجذر ثالث خطوة ضربت 2 جذر 3 بالقوس ضربت هذا بالقوس 2 2 4 3 1 3 3 إذا جذور من الشابهات اطلح من تحت الجذر زائد 2 في 3 ستة جذر 3 في جذر 2 ضرب 3 في 2 ستة هذا هي من أفس الشي ناقص 3 في 2 ستة جذر 2 في جذر 3 ستة جذر ستة سالب بالموجب سالب 3 في 3 تسعة جذر 2 في جذر 2 بس 4 في 3 12 لأن نفس الأعداد وعكس الإشارة وحدة سالب وحدة موجب ونفس الجذور يروح سفر ناقص 9 في 2 ثمنتعاش إشارات مختلفة نزل إشارة الكبير واطرح من الكبير لثمنتعاش ثمنتعاش ناقص 12 سالب ستة خلصت هذا المثال الأول ناخذ المثال الثاني مثال الثاني ناخذ هذا تكعيب جذر التكعيبي لثمانية على سبعة وعشرين ناقص هذا كلش مهم وزاري 2 على 3 وست القوس تقسيم 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 جذر 2 ناقص 2 جذر 3 على جذر 27 إذا جاني هيت سؤال شلون راح أحله إذا يجيني هيت سؤال شلون راح أحله يلا عيني هذا الجذر متوزع التكعيبي بين الثمانية وبين السبعة وعشرين جذر الثمانية التكعيبي مالة هجقد 2 يعني جاي من 2 في 2 في 2 والسبعة وعشرين جاي من 3 في 3 في 3 إذن 3 خلصت هذا 2 على 3 زي ناقص جذر 2 على 3 ينزل ما يطلع من تحت الجذر ما يتحلل تقسيم زي هذا 3 جذر 2 وناقص 2 جذر 3 تنزل ما يتحلل الجذر السبعة وعشرين جاي من 9 في 3 التسعة طلح من تحت جذر 3 جذر 3 سديت القوس هذه أول خطوة افتهمناها زي هنا نقلب القسمة إلى ضرب ونقلب مقلوب الكسر يعني نقول 2 على 3 ناقص جذر 2 على جذر 3 لأن هذا الجذر متوزع البسط وعلى المقام في نقلب مقلوب الكسر وإذا عدي جذر يصير سالب سالب ثلاثة جذر ثلاثة وهنا ثلاثة جذر 2 ناقص 2 جذر ثلاثة زي هسنا نبدأ نختصر اه لا شون نختصر هنا عدنا راح نوحد المقامات هنا سالب وهنا ضرب خلنا نكمل هنا هل نعيد هذه الخطوة 2 على 3 ناقص جذر 2 على جذر 3 في ناقص 3 جذر 3 على 3 جذر 2 في 2 جذر 3 هنا عدنا توحيد المقامات توحيد المقامات اللي هي 3 جذر 3 3 جذر 3 إذا طرح وزائل وهذا المقام بسط المقام المقام مختلف الوحد المقامات زي 3 ويل 3 راحة جذر 3 في جذر 2 نقول جذر 3 في جذر 2 عيدة هنا يوم نوحد المقامات اللي هي 3 جذر 3 3 جذر 3 زي هذا قسم على المقام 3 ويل 3 راحة 2 في جذر 3 2 جذر 3 ويل المر العدد يلا طرح جذر 3 ويل جذر 3 راحة 3 في جذر 2 3 جذر 2 2 دعنا نعيد هذه الخطوة وحد المقامات اللي هي خذت 3 جذر 3 3 3 ويل 3 راحة شو بقى تعدي جذر 3 في 2 2 جذر 3 جذر 3 ويل جذر 3 راحة وقت تعدي 3 جذر 2 خلصت من هذا القوس بعدين في هذا أنزله ناقص 3 جذر 3 على 3 جذر 2 في 2 جذر 3 يلا يوم هنا عندي طبعا هاي سالب ناقص نختصر هاي ويا هاي راحة بقى سالب 1 وها يساوي سالب 1 هاي كلها على سالب 1 ناخذ بعد ناخذ هاذا يقول لبسط الجملة العددية الجذر 12 جذر 3 ناقص جذر 8 ناقص 6 إذا جان هاي السؤال نفس الشي نفس هذا القبل حليته جذر 12 من جاي من 4 في 3 جذر 3 نزله ناقص جذر 8 من جاي من 4 في 2 ناقص 6 جذر 4 2 جذر 3 لأن 4 من تحت جذر جذر 3 ينزل ناقص 4 يطلع من تحت جذر 2 جذر 2 6 6 ناقص 6 ناقص 6 اثنين فيه ثلاثة ستة ناقص اربعة جذر ستة اي اربعة جذر ستة ناقص ستة هذه ويهذا راحة بقد عدي بقد عندي سالب اربعة جذر ستة خلصت هذه المسألة زي ناخذ بعد مثال الرابع ونختم المحاضرة مثال الرابع يقول لي سبعة ناقص جذر خمسة على جذر خمسة بس يقول لي بسط الجمال العددية مدام عدي كسر جذر نضربه بالمرافق يعني اقول سبعة ناقص جذر خمسة على جذر خمسة في جذر خمسة على جذر خمسة يعني راحسة جذر خمسة ندخله نقول جذر خمسة ينزل جذر خمسة في سبعة ناقص جذر هذا سبعة ناقص جذر خمسة وسط القوس على جذر خمسة في جذر خمسة جذر خمسة في جذر خمسة هي سوى تخطو بباحتها جذر خمسة ينزل ها نقول جذر خمسة راح أضربها هم راح أدخلها جذر خمسة في سبعة أقول سبعة جذر خمسة ناقص جذر خمسة في جذر خمسة خمسة جذر خمسة في جذر خمسة خمسة خلاص الحل أزان جذر واحد وعشرين على مثال الله اثنين جذر ثلاثة نقول هذا المثال جذر واحد وعشرين على اثنين جذر ثلاثة ناقص جذر سبعة يلا يوم شلون أحله إذا جاني هي السؤال جذر الواحد وعشرين أفكه يعني من جاهل قبل لا أفكه راح نضرب بالمرافق جذر واحد وعشرين على اثنين جذر ثلاثة ناقص جذر سبعة في اثنين جذر ثلاثة زائد جذر سبعة على اثنين جذر ثلاثة زائد جذر سبعة إذا عدي كسر وجذر نضربها بالمرافق بس عكس الإشارة البسط والمقام البسط والمقام زين جذر الواحد وعشرين مفكه جاية من جذر ثلاثة في جذر سبعة وهذا أدخله اثنين جذر يعني حطه بين قوسيا على اليمن رح نضرب هنا اثنين في اثنين اربعة جذر ثلاثة في جذر ثلاثة تلاثة ناقص جذر سبعة في جذر سبعة سبعة يساوينا هنا أخرين الخطوة جذر ثلاثة في يعني جذر ثلاثة هنا شا سوي؟ هنا رح أضرب أقول جذر ثلاثة في اثنيين جهد جذر ثلاثة في اثنيين ستة يعني شنقول ستة نزلتها وجذر شنو سبعة ستة جذر سبعة زائد جذر سبعة في جذر سبعة سبعة وجذر ثلاثة ينزل على أربعة في ثلاثة اثنى عشر ناقص سبعة خلينا عيد هذا ما افتهمتها جذر ثلاثة في اثنيين يعني نقول ستة هي نزل الستة وجذر سبعة ينزل جذر سبعة ستة جذر سبعة زين هسا زائد جذر ثلاثة ينزل أقول جذر سبعة في جذر سبعة سبعة ناربعة في ثلاثة اثنى عشر ناقص سبعة هذا ينزل البسط ستة جذر سبعة زائد سبعة جذر ثلاثة اثنى عشر ناقص سبعة بيها خمسة خلص الحل ان شاء الله افتهمتوا أخذت بس الأعداد الحقيقية والتوفيق يا ربي